موسيقى صبح الخير للكل وهانهر الحلو بهالتقص الحلو اكيد والشمسات يعني عم بيدفونا والناس عم تقوم بنشاطات مختلفة بعدة مناطق بلبنان واولا كمان مثل من الصبح كنا عم نكون معكم بناء المباشر من عكار لنشوف الماراتون اللي هو نصف ماراتون كمان بعكار بيه حلبة وزميلنا صبحي رح يكون معنا بعد شوي لحتى نشوف الأجواء كيف عم بتكون فوق فصبح الخير للكم في غيركم كمان رحوا أو مقاريرين يروحوا على البحر فكمان تقدروا تتمتعوا بهالشمسات الحلوين بس جربوا تروحوا بالوقت الشمس بيكون كتير بعدها حامية لحتى ما تاخدوا برد بقول صباح الخير عن جديد 30 نيسان 2017 واليوم رح يكون معنا كمان من الستوديو الشيف طارق اللي اشتقتله كتير واشتقنا للأكلات الإيطالية الطيبين اليوم في إيطاليا فود بوجهور لا بوجهور اشتقتلك وانا اشتقتلك كمان حمد الله على السلامة الله يسلم وانشالله تكون هالبنوت بصحة طيبة جانة بتجانة عظيم حبيبي اليوم بنا نعمل شي غير التبياني بس كمان طيب بنا ننزل صوب ولاية لويزيانا اللي هي ب بسوث مننزل شو عنا وبدنا نعمل طبيعي اللي هي شرمت كريول اللي هي فيها بهارات تقريبا اسبانية بس معمولة على طريقة الكريول أو سكان لويزيانا الأصليين حلو أكل كتير كتير طيبة نطريخة إيرايدسية بس طبعا على طريقتي أنا في إيرايدس بالموضوع يعني فخامة خلص خلص ركبة يعني الطبخة تانكيو لألك وأكيد في شي تاني رح تكون عم تعملنا ايه طبعا عطول بعرف لك سوربريزيتك فجأة كيف بيظهروا هيك موجودين عننا تانكيو لألك شاف رح نرجع لعندك مع الشرمبس المهضومين لليوم أكيد عالم الصباح نهار الأحد بيكون كتير هيك خفيف ولزيز ومهضوم إن كان مع عبا وضيوفة اللي رح يكونوا كمان عم بي نشوف نوع من الرأس فكمان خلوكم معنا واتجان يعني ونعودوا نعودوا لطاولتي فخلوكم معنا ما تروحوا لبعيد أول فكرة بعالم الصباح ما فينا ما نبديها إلى مع كارمن والأبراش صبحكم الخير اليوم الأحد 30 نيسان أبريل آخر نهار بشهر نيسان كيف بده يكون اليوم الأمر مرافقنا من برش السرطان المائي وبالتالي اليوم الأبراج المائي هي الأوفر حظا عم نحكي عن موالي برش السرطان الحوت وكذلك موالي برش العقرب كيف رح بيكون إذا نهار منبلش مع برش الحمل مولو برش الحمل بآخر هذا نهار ما تنزعه بكلمة بخلاف بورطة بتورط حالك فيها مع أقرب الناس اللي من حولك يمكن يكونوا زملائك ناس جيران من حدك أو حتى أفراد العيلي اليوم أنت شوي مزاجي فحاول أنه ما تختم الشهر على مشكل أو زعل شكل خاص إذا كنت من موليد 15-16 نيسان أبريل أو مولود شهر أدار مارس بنت إلا برش الثور بالنسبة لمولود برش الثور اليوم ما في شي بيوقفه اليوم مولود برش الثور اليوم أنت شخص فعلا ديناميك أنت دينامو بتقدر تولعها بتقدر تعمل بدك ما في شي اليوم بيصعب عليك بالعكس تماما طاقتك كتير مهمة فحاول أنك تستفيد منها بطريقة إيجابية منذ ما تزعج الآخرين بتتفاجأ أنت حتى بحالك إديش عم بتمشرع إديش عم تشتغل إديشك سريع وإديشك منتج نهاية شهر مفروض تكون سعيدة بالنسبة لألك الأنشط والأوفر حظا موليد نيسان أبريل أيضا 10-11-12 أيار مايو بنت إلا برش الشوزاء بده ينتبه اليوم مولود برش الشوزاء بآخر هيدا الشهر أنه ما يخطئ أو تكون حساباته بالنتيجة ما تطلع مزبوطة ما تطلع مزبوطة بدك تنتبه أيضا من بعض المحتالين بدك تنتبه من بعض الالتباسات اليوم بدك تحافظ على مستوى عالي من الثقة في النفس اليوم بدك تنتبه من بعض الأشخاص يلي بيحاولوا أنه يمتحنوك أو عم بيجربوك بجميع الأحوال مش بالضرورة تكون الأمور سلبية لكن أنا نبهتك وعيتك لها الأمور لحتى تعرف شو عم تعمل خاصة إذا عم تدفع في بعض المصاريف اللي معقولة تروح فقط لتعزيز تطوير الذات لتحسن حالك لتقوي حالك طالع بيلك أنك تدلل حالك اليوم تبع الموليد اللي لازم تنتبه اليوم كليا من المشاكل والحوادث موليد 27 28 29 أيار مع يوم نكمل مع برش السرطان نهار رائع مولو برش السرطان لحتى تنهي فيه الشهر ليه؟ لأنه كل العالم الأنرجي اللي عندها إياها تقريبا هي ختامية عم بينهو بينما مولو برش السرطان أنت سباق اليوم أنت قادر تشوف شوي أبعد من خارك ومن خار الآخرين وبالتالي قادر تشوف الأمور تحسم أمور وتاخد قرارات تسبق فيها غيرك مش بس هيك كمانا بكرة واحد أيار معيو موجود الأمر ببرشك وبالتالي كمانا أنت سباق بكرة ببدء وبانطلاقه جديد مولود برش السرطان إنهار رائع بالنسبة لألك إنهار رائع بتسمع فيه أمور فعلا مفروض تكون على زوءك وحتى إذا فكرت أول مرة منه على زوءك على الأرجح فيك تقول أنه هي لحسم والإنهاء مسألة يمكن أنت ما كنت قادر تنهيها بنفسك الأوفر حفظا هي مواليد شهر حزيران يونيو بالإضافة لسبعة تموز يونيو كمل مع برش الأسد مولود برش الأسد لليوم نهاية الشهر منيح ولا بداية أيار مايو منيح انتبه اليوم مولود برش الأسد من خيبة أمل من خداع من محتلين من فراغ من مراوحة مكان يعني إذا أنت اليوم وما المفروض اليوم يكون عندك مشاريع مهمة ما المفروض يكون حاثة حالك أنت بوضع محرج أو بوضع حساس اليوم مولود برش الأسد نهارك ما أنه إيجابي ما أنه بناء يلي فيك تعملو عم بحكي فلاكيا يلي فيك تعملو أنه تكتفي بروتين فقط بسيط ما تعزب قلبك الأمور الجديدة اتركها لتنين وثلاثة أيار مايو بتبقى الموليد الأكثر تعبا نسبيا اليوم هي موليد شهر تموز يوليو بنتقل لبرش العذراء نهار حلو اللي مولود برش العذراء بتودع فيه شهر نيسان بطريقة جيدة وحلوة وعلى الأرجح مبسوط ومرتاح مع الآخرين وأيضا قادر مولود برش العذراء أنه يستقبل شهر أيار بطريقة كتير حلوة إذن اليوم مولود برش العذراء أنت شخص مبسوط مرتاح مكيف خرج أنك تكون مع أصحابك خرج أنك تكون مع زملائك خرج أنه ما تبقى لحالك وخرج أيضا أنك تتعاون مع الآخرين ما تبقى لحالك مبسط غير شو الأوفر حظا هي موليد شهر آب أغسطس 13 أيلول سبتمبر بنت إلا برش الميزان مولود برش الميزان اليوم ما تنزع ما تنزع من عادة شي شهر نيسان مكركب وما كان زابط اليوم ما تنزع ما تسود وجهك ما تبهدل حالك لليوم ولا بكرة خلي هالشهر يخلص ومثل ما هو لا أكتر ولا أقل ما بدنا نتفلسف ما بدنا نخترع شي ما بدنا نعمل شي بدنا نقعد عقلين وبدنا نعطي مثل ما مطلوب مننا يمكن لا مفر من مواجهة المسئولية لكن إذا اضطرت المفروض تعطي مش 90% بدك تعطي 100% لحتى يمشي هنهار عسلام اللو فرح حظا 18 أكتوبر نكمل مع برش العقرب مولو برش العقرب كل هاي الشهر كان ركض ركض بركض آخر أسبوع من هاي الشهر صعب ملبك مزعج مفاجآت صدمات منع على زوءك اليوم قادر تنهي الشهر ويكون أنت راضي عن شغلي شغلتين المستحسن أنك تعجل وتتصل وتكون مروحة التحركات عندك كبيرة وسع دائرة تحركاتك اليوم لأنه اليوم في حظ واليوم قادر تنهي المسائل كانت صعبة ومعقدة تنهيها اليوم على زوءك ومش بس هيك بكرة أيضا لكن بقيت الأيام أنا ما بضمن لكيها الأكثر توترا مواليد 32 نوفمبر بنت إلا برش القوس مولود برش القوس هيدا نهار تقني بامتياز هيدا نهار لا بيأخده ولا بيعطي هيدا نهار بك تمشي فيه على الأصول ما فيه إذا متكل لأنه حدا يكرمك حدا يساعدك حدا ما فيه اليوم ما في شي بيوصل عندك automaticly اليوم أنت بدك تروح وتركض وتسعى حتى الأشخاص اللي أنت موكلهم يساعدوك إذا أنت ما لحقتهم ما بتحصل على اللي بدك يه فانتبه في عندك مشاكل أو عندك أزمات أو عندك خلافات وحرطاءات صارت باليومين الماضيين أخطاء ما غيره اليوم بدك تشوف بدك تلحق الأمور اليوم وبكرة لتنهي الشهر على سلام بشكل خاص مولود 19 و 20 ديسمبر انتبهوا لصحتكم وأيضا لأوضاعكم بنت إلا برش القوس مولود برش القوس شهر نيسان كان شهر متطلب demanding مزعج تحسنت الأمور بآخر أسبوع وصلنا لليوم فجأة بتحس أنه في شي مش ظابط أنا نبهتك من بارح اليوم مش ظابط وبكرة مش ظابط يعني حاول اليوم ما تنزع اللي اشتغلته بآخر أسبوع بدك تكبر عقلك في شي مش زعج في شي زعجك مش ظابط بدك تكون كتير موضوعي حتى ما تنزع الجو تملك طاقة هائلة جبيرة لكن هالطاقة الهائلة هي سيفذه حدين فيك تخلص أعمال صعبة لكن أيضا فيك تعمل مشكل مع كل الناس وما بيضل للك صاحب فانتبه حاول تنهي شهر بسلام دون خنائم دون مشاكل مع حبائك ومع الناس من حولك بشكل خاص مولود ديسمبر بنت إلا برش الدلو مولود برش الدلو مبير حكي ننهار حلو اليوم نهار منه هل قدي مريح اليوم نهار بتحس حالك فيه تعبين وكأنه بيوقع عليك بيحل عليك تعب شهر أدار مارس وشهر نيسان أبريل أنت متعب جسديا أنت متعب حتى يمكن نفسيا لأنه فيه مسؤوليات فيه شغل جدول أعمال طويل أمور صحية معقولة تبين يمكن تقدم لك نحط قدامك عمل جديد مسؤولية جديدة بدك تشتغل عليها يمكن منك داري بتتذكر بآخر تكي أنه عندك امتحان ومنك داريس فيه إشياء بتصير بترب تربكك بآخر نهار بهيدا الشهر فضلك ويعي 4-6 شبهات فبراير بيضلوا الأوفر حظا بنت إلا برش الحوت مولو برش الحوت أنت تعتبر من الأبراج الأكثر حظا أنت ومواليد برش السرطان مولو برش الحوت اليوم مبسوط مرتاح مكيف ما فيه شي مسكر بيوجه فيك ما تعمل شي وفيك تعمل كل شي نوعية الوقت ممتازة يلي ما زبط معك اليوم بيزبط معك بسهولة بس بنيكون عندك الانتنشن الني اليوم النهار بيعطيك اللي انت بدكي وفيه مثل بيقول طلوب وتمنى أنا بيقول لك طلوب وتمنى بس اشتغل علي بتحقق اللي بدكي الأوفر حظا كلكن موليد شهر شباط فبراير 18 و 19 أدار مارس نختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هايدي سنة سريعة 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 هايدي سنة بتتعلم فيها إشي جديدة هايدي سنة تبهر الآخرين بمعلوماتك هايدي سنة بتتغلب فيها على خجلك على نقطة الضعف عندك بغض النظر عن عمرك هايدي سنة معقولة تقدم لك فرصة ذهبية بآخرها تقريبا بخليني قول تقريبا شهر تشرين الثاني أو ديسمبر أفضل أشهر أيار مايو أيلول نوفمبر كنون الثاني يناير إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي شكرا لألك كارمن رح نتوقف مع أول بريك ومن بعدها من كف عالم الصباح ورح نكون كمان مع صبح زمينا بحلبة عكار حتى نشوف آخر تطورات بالماراتون اشتركوا في القناة